قال أمين عامي وزارة الثقافة هزاع البراري خلال رعايته لمؤتمر الوئام السابع الذي أقيم في نادي الشبيبة المسيحي بمدينة الزرقاء إن الأردنيين ينظرون إلى هذه المدينة على أنها لوحة فسيفسائية تضم كافة مكونات المجتمع الأردني وهي ميزة غالبة على الأردن الذي يحتضن كل هذه المكونات الوطنية وتحدث في الاحتفال مندوب محافظ الزرقاء الدكتور سعود يحيا عن أهمية مد جسور المحبة والفهم الصحيح لجوار الدين الإسلامي والدين المسيحي والقواسم المشتركة التي تجمع المسلمين والمسيحيين وأضاف أن هذه القواسم نابعة من المحبة وقبول الآخر ونبذ الإرهاب والتكفير والتطرف من جانبها قالت رئيسة نادي الشبيبة فاتن اسميرات إن مؤتمر درب الوئام جاء استكمالا لرسالة عمان التي تدعو إلى الوسطية والتسامح والعيش المشترك بدوره قال الأب أثناسيوس قاقيش إن تعاليم الكنيسة تدعو إلى المحبة والسلام والاحترام المتبادل معتبرا أن محبة الوطن تنبع من التقرب إلى الله وأجمع المتحدثون من نواب وشخصيات اعتبارية على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد